لأنه رأيي أنه يعني الإخوان المسلمين ومن يحالفهم ومن يدعمهم ومن يؤيدهم ومن يمولهم ومن يدرهم هو الطرف الوحيد اللي أنا أقدر أقوله أنا مطمئنهم يتأمر على مصر أنا ضد نظرية المؤامرة دي وأن الغرب يتأمر علينا لأنه ده كلام مش حقيقي وكلام أقرب إلى الهوس السياسي أو الهوس النفسي منه إلى الحقيقة لأنه لما بتقرأ هو تقرير من أجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بيكلم عن طموح مشتاعل لمصر بيوصي بتعاون وبيوصي باهتمام بالتعاون مع مصر لما لسك بكلمكم برحم جايب خبير من خبرائنا الشبان بيكلم على قروض مصر والديون الخارجية مصر سلفة من الخارج 101 مليار دولار دول إيه دي اللي بتتأمر عليك ولا هيقدة وليه إيه اللي بتتأمر عليك وانت طول ما تقول لهم هاتوا ديون عايزين فلوس علشان نقترضها وانطور في ملادية وانك تفضل ايه المؤامرة يعني حكاية المؤامرة لا يوجد مؤامرة على الإطلاق نظرية المؤامرة عليك إلا طيار الإسلام السياسي اللي عايز مش بس على مصر ده عايز ينقلب على العالم كله وبيقدم بالفكرة الخرافية بتاعة استعادة الخنافة وتطبيق الشريعة وما إلى ذلك والإعاودة بينا إلى القرن يعني الأول والهجري واللي هو الخيال ومتصوره أنه زمن مثالي وملائكي وليس كذلك بطلاقة الحال يعني لكن عموما الطيار ده هو اللي بينخره بيخرب وبيجند وإرهاب وكل من يموله بقى كل من يموله وكل من يدعمه وكل من يسانده سواء كانت دول أو طن أو يعني منظمات أو كانت حكومة أو مجتمع مدني كل من يمول الإخوان المسلمين ويدعمها هو عدو وخص من مصر بشكل واضح ولا يريد لمصر أي خير ولا أي نهضة ولا أي قوة بالتأكيد ولا قيادة إقليمها لأنه أي منطقة إقليمية فيها دول مؤثرة زينا كده وفيها مواقع شديدة الأهمية على خريطة المنطقة دايما ينظر إلى أنه لابد أن يكون فيه الألف بتاع الحتة دي القيادة الإقليمية للمنطقة دي إيران دولة إقليمية كبيرة برضو تحبها تكرهها أي سياستها ترفض سياستها هي دولة مؤثرة والغرب بيتفاوض معاها وعمل اصداع في دماغ أمريكا وفي دماغ أوروبا وعمل زعر ورعب والعدو ورقم واحد لإسرائيل فيها دولة إقليمية شئنا وأبينة ومؤثرة شئنا وأبينة تركيا دولة إقليمية بفعل ما كمان المنتج الأخير لما بعد 2011 وباعتبرها الدولة الإسلامية اللي موجودة في أوروبا وباعتبر تاريخ عميق وطويل وليس يعني شيئا بسيطا ويباعتبر تأثرها على المحيط اللي حواليها ثم اشتبكها في قضايا كثيرة مع العالم زي أضايا الأكراد وزي أضايا الحلف ويعودوا في الحلف الأطلانطي وما إلى ذلك يؤدي إلى أنها دولة إقليمية كبيرة